بحسب مصادرنا داخل نادي الزمالك اللي بتشير لاهتمام كبير من جانب النادي للتعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي كاسيوس ماديولا واحد من اللعبة المهمة جدا بيلعب في فريق تورونتو الكندي ولاعب ساندونز السابق هم بيتكلموا معاه والزمالك متجه للتعاقد مع اللاعب اللي هم شايفينه هيجيد جدا في مركز الجناح الأيمن وعلى فكرة بيجيد أيضا في مركز الجناح الأيمن عشان أول ما قولك الجناح الأيمن هتقول لي إلحق دازيزه لا ملاش علاقة هم عايزين يخضوه إعارة لمدة السنة مع وجود بند بقى حقية الشراء وعاجبنا أنا موضوع عن فكرة نلعندية المصرية تبدأ تييب الأفارقة بإعارة بنية الشراء نفسي يعملوا كده هتبقى شطرة مننا قوي قوي سواء بقى أهل زمالك مصر إسماعيلي أي نادي اتحاد أي نادي وإنت بتجيب لعيب أفروكي خاصة للصغرين في السنة هاتهم يعامل زي ما الأوروبا بيعملوا هاتوا إعارة بنية الشراء عشان إحنا يعني بينشل لعيبة كتير قوي بينشل لعيبة كتير قوي بختار ألفوز يعني بس بناخد لعيبة كده ما بتبقى شليها قيمة بعدك فمنصرف ملايين ملايين دولارات في الأرض فحلو موضوع الإعارة دوت نجرب نشوف هيعرف ياخد على الأجواء هيعرف ينسجم مع الفريق نفع فيه بند شراء في الآخر آخر السنة أنا شريب كذا خلصت الحكاية طيب تعال أقول لك شوية معلومات على أو عن اللعب ده كالسيوس يبلغ من العمر 22 سنة بيجي دل اللعب في مركز الجناح الأيمن وزي ما تركم والأيصر أيضا نتضم إلى تورونتو الكندي في الموسم الماضي قادما من سانداونز الجنوب فروكي اللعب خاض 31 مباراة مع سانداون سجل فيهم 15 هدف وصنع أربع هدف وده معدل رائع جدا بالنسبة اللعب جناح خاض 31 مباراة مع سانداون زي ما تركم سجل 15 وصنع أربعة ومع تورونتو الكندي لعب سبع مباريات هذا الموسم بعد دقائق بلغ 317 ديئة سجل هدفين وصنع هدفا ويعاني الموسم الحالي من التواجد على دجة البودلاء في معظم المباريات لذلك يبحثنا دي عن تسويقه وبيعه على أو يعني رحيله على سبيل الإعارة طيب كمان هو على المستوى الدولي خاض اللاعب مباراتين فقط مع جنوب أفريقيا ولم يسجل ولم يصنع أي أهداف منطق يعني لسه 22 سنة فمش شرط يكون متقلق جدا مع المنتخب الجنوب أفريقيا موسيقى